وفي هذا الخبر الذي وصلنا قبل قليل استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم في مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وتبادل سموهم خلال اللقاء لحديث الودية الأخوية التي تتعلق بمسيرة الوطن المباركة وشؤون المواطن وكل ما من شأنه الارتقاء بجودة حياة المجتمع وسعادته حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلى نائب حاكم أم القيوين ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد ألنهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد ألنهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان ألنهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة